السلام عليكم ازايكم عامين ايه يارب تكونوا بخير وفي احسن حال انا علي شهين وانت بتشوف كورس اختياراتك تصنع حياتك مبدئيا كده كل سلام وتطيبين وعيد سعيد عليكم انا مبسوط وفخور جدا جدا بيك ان انت وصلت بالكورس لحد الفيديو ده ده معناه ان انت كان عندك نية حقيقية فعلا ان انت تتعلم ازاي تختار كويس واللي انا جاي يقوله لك في الفيديو ده هو يمكن من اكبر الاسرار اللي هتساعدك ان انت تختار كويس وهي ان انت عيش في اللحظة عشان تقدر انك تختار بسهولة طبعا كلمة عيش في اللحظة دي مرتبطة عند الناس بحاجات سلبية قوي ان هو ايه يلا بغنعيش اللحظة بقى ونعمل على مزاجنا ومش عفق ايه والكلام ده كله ده طبعا كلام غلط عيش في اللحظة يعني ركز وخلي تركيزك كله في اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي بس ايه مشكلة الموضوع ده مشكلة الموضوع ده ان فيه حاجات كتير جدا بتأثر على جودة اللحظة اللي انت عايشها زي مثلا مشاكل الماضي والصدمات القديمة وزي افكارك اللي انت عملت افكر فيها في المستقبل وزي الاحداث اللي بتدخل في حياتك بالغلط وبتعملك دربكة في حياتك طبعا فيه حاجات كتير اتكلمنا عنها في الفيديوز اللي فاتت لكن انا عايز الاخصلك الحاجات اللي هتساعدك فعلا انك تعيش في اللحظة عيش في اللحظة معناها ان انت تكون عايش ومركز بكل الحواس بتاعتك فالحال اللي انت موجود فيه دلوقتي وبس ده معنى ايه معناه لانت خايف من المستقبل ولا بتفكر في المستقبل ومشغول بيه ولا انت حزنان على الماضي وزعلان على الحاجات اللي حصلت فيه انت دلوقتي مركز هنا فقط لا غير ده عشان يحصل لازم ان انت تاخد الطاقة بتاعتك من افكارك وتوجيها للحواس بتاعتك تتعلم ان انت تشوف وتتعلم ان انت تتزوق تتعلم انك تتنفس تتعلم انك تلمس الحاجات وتحس بلمستها تتعلم ان انت تستخدم كل الحواس بتاعتك احنا في حياتنا ما بنستخدمش الحواس بتاعتنا كلها بنستخدم جزء قليل جدا 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 من الحواس بتاعتنا فبالتالي انا عايزك تبتري تحفز الحواس بتاعتك الجديدة النهاردة لما تمشي في الشارع او لما تمشي في اي مكان خلي عينك تشوف الجمال اللي في الحياة خلي عينك تشوف السماء تشوف الخضرة تشوف الاماكن الجميلة لو انت قاعد على كرسي او مكان ابتدي لانك المس المكان اللي انت قاعد عليه وحس باللمسة بتاعت المكان واللمسة دي شوف هي وانت بتحس اللمسة شوف هي نعمة ولا خشنة هي طرية ولا نشفح هي سخنة ولا بردة ابتدي اختبر اللمسة وعيش اللمسة كويس لما تشم ريحة حلوة شم الريحة وخل الريحة تخش جواك وعيشها كويس جدا لما انت تمشي وتسمع صوت عصفير خل الصوت اللي بيخش جواك يتغلغل جواك وحسه كويس جدا يعني من الاخر عشان تعيش في اللحظة لازم ان انت تبتدي تفعل الحواس بتاعتك بشكل قوي دي نقطة مهمة جدا اللي انا عايز اقوله لك ان فيه تكنيكس وفيه مدارس كتير جدا في علم النفس كلها بتعتمد ان هي تحرر الصدمات وتحرر المشاكل عن طريق ان هم يحطوا الشخص في اللحظة التكنيك ده من اقوى التكنيكس اللي ممكن تساعدك ان انت توصل لحال كويس جدا طبعا فيه تكنيكس كتير جدا انا ممكن اقولها لكم بس يعني نعمل بقى المحاضرة على زوم او كلام من ده طبعا اغلب التكنيكس دي كمان موجودة في الكورس بتاع الذكاء العاطفي في حاجات كتير جدا خدناها وطبعا وعيك نفسه بالاحداث ووعيك نفسه باللي بيحصل بيحطك في اللحظة يعني احاول دايما ان انت تساعد نفسك لو انت غرقان في المستقبل او انت حزنان على الماضي ان انت ترجع وتركز في اللحظة اللي انت فيها انت مش في ايدك ولا تمتلك غير اللحظة اللي انت فيها لا انت تمتلك المستقبل ولا الماضي تقدر تغيره انت مش في ايدك غير الحاجة اللي انت عايشها دلوقتي فيركز فيها بشكل كويس جدا وعيشها بكل احساسك وبكل حواسك ان شاء الله ده هيساعدك ان انت تقدر تختار صح لانك مجرب من انت موجود في اللحظة هتقدر فعلا انك تشوف الحقيقة وفكرة انك تشوف الحقيقة دي اغلى حاجة انت ممكن تكسبها في حياتك وعلى فكرة الحالة الروحانية والحالة الايمانية لما بتعلى ده بيخليك تقدر اكتر ان انت تشوف برضو الحقيقة اهتموا جدا يا جماعة بجودة اللحظة بتاعتكم واهتموا جدا ان انتوا تحسنوها وانا مبسوط جدا ان انت تفرجت على الفيديو لحد النهاية ومبسوط جدا ان انت تفرجت على الكورس لحد النهاية واتمنى من قلب ان انا فعلا نكون فتك وقدمتلك حاجة مفيدة شكرا جدا لكم واشوفكم على خير في كورس جاية وفيديوز جاية سلام عليكم